حكم اللي بينكر هذا الكلام العلماء قالوا انه منكر الاسراء له حكم ومنكر المعراج له حكم عشان الاسراء مذكور صراحة في القرآن وعندنا سورة باسم سورة الاسراء العلماء قالوا يحكم اهل الحل والعقد نحن لا نكفر احدا نما اهل الحل والعقد لمنكر الاسراء بعد مناقشته ان اصر اهل الحل والعقد من هيئة كبار العلماء والقضاء يحكمون عليه بالكفر إنما منكر المعراج يحكم عليه بالفسق لأن المعراج زكر تلميحا في صورة النجم لقد رأى من آيات ربه الكبرى فأوحى إلى عبده ما أوحى أفتمارونه على ما يرى فزكرت بالتلميح وزكرت في السنة تصريحا سمعوري جبيه والسماء الأولى والسماء التانية فما ينفعش حد ينكر هذا ولا ينكر هذا إلا جاهل وغافل لأنها مذكورة في القرآن ومذكورة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم